طيب هنروح لكرة طائرة رجال يمكن الكرة طائرة رجال كابتخاد العودي أعلن طبعا بيوجه الشكر لطبعا نجمل فريق الأول لكرة طائرة رجال والليبرو المخلص صاحب الأداء العالي محمد معوط يمكن يعني خلاص اكتفى بالفتر القضية في النادي الأهلي وأكد اللاعب كابتخاد العودي مدير نشاط الرياضي يأكد أن اللاعب كان نموذج مشرف لللاعب المحترف اللي دايما بيحاول يساعد فرقته ومش بيبخى الباقي مجود أو أي عرق وأكد كمان معوط كان ليه دور كبير جدا في تحقيق البطولات خلال السنين اللي فاتت ده حاجة يعني أكيد معوط مش محتاج كلام محمد معوط بسيرته مع الماسترز كبيرة وطويلة استمرت لغاية 15 سنة مليانة بالبطولات ونفتكره محمد معوط السنة اللي فاتت عمل حدثة بالعربية البطولة الدوري اللي فات لو تفتكروا هو راجع من هليوبلس الشروق بعد مباراة هليوبلس والأعربية اتقلبت به وتعور إصابات بسيطة الحمد لله رب العالمين خد أسبوع راحة ولكن لأنها بعد الأسبوع الحمد لله رب العالمين في الملعب يعني لعب من العب الرجالة عمل حدثة ومتعرض لإصابات ولكن بسرعة تمثل الشفاء ورابط نفسه وزاهز نفسه وكابتن محمد مصلح يعني ميدو شايف أنه هو جاهز يشارك وبالمناسبة كان مباراة دي يعني كانت يعني مش مهمة ولكن هو شايف أنه لازم يكون مع فريق الأهل طيب أنا عايز أتكلم عن كرة طائرة رجال زي ما حضراتكم عارفين الناس بتنادي فين المحترفين فين المحترفين يمكن المحترفين سمعنا طبعا فيه أخبار بيتعاقد مع محترف لسه النادي الأهل ما أعلنش احنا بنعلم بعد ما النادي الأهل يعلن ولكن فيه لاعب بين التراز أو من العرار التقيل بيلعب في بطولة أوروبا وبلعب في الدوري الإيطالي أحد أبرز اللاعبين هناك وده باحتمال كبير جدا يكون مع فريق المسترز إن شاء الله في مركز أربعة الحقيقة أن السنة دي كابتن محمد مصلح يميده مركز كويس قوي يعني أجانب ومحترفين يمكن كان فيه محترف قبل منه تكلموا معاه من أحدى الدول في المنطقة ولكن لم نوفق في استخدام الأمور خارجة عن إرادة النادي